الاحتجاج بموضوع فدك على مختلف تدرجاته التي تدرجتها الزهراء سلام الله عليها أدى إلى نزع الأهلية التشريعية عن الحاكم وهذا أدوم وأبلغ مما لو استعملت الاحتجاج بموضوع الخلافة أو بموضوع الهجوم على الدار بكثير من عدة جهات أول شيء لو كان الاحتجاج بالهجوم على الدار من فعل الأعوان وعلى مر التاريخ إلى يوم الناس هذا الساسة عندما يريدون الفرار من موقف محرج ما عندهم مشكلة أن يلسقوا المسؤولية على الأتباع عناصر غير منضبطة كثير تستعمل بالأدبيات السياسية إلى اليوم الهجوم على الدار الخليفة نفسه ليس موجود بالهجوم لذلك يسهل عليها أن يقول أني أنا أرسلت لطلب البيعة وأرسلت لتفريق الجمع وما جرى من انتهاك لحرمة الدار إنما كان بمبادرة فردية من العناصر يمكن التملص منها والاعتذار عنها وحتى معاقبة العناصر عليها وهذا يحصل كثيرا منذ تلك الأيام فما قبلها إلى يوم الناس هذا وبالتالي قد يتملص الخليفة من المسؤولية عما جرى في الهجوم على الدار هذا هو أحد بينما غصب فدك لا يمكن للخليفة أن يسنده إلى عناصر غير منضبطة هو قرار سيادي من الجهة السيادية يعني السلطة متبنية لهذا الفعل وبالتالي الاحتجاج بالفعل الذي يمكن إسناده إلى عناصر لا يعر السلطة تماما أما الاحتجاج على الفعل الذي هو من فعل رأس هرم السلطة لا يمكن للسلطة التملص منه هذه جهة ثانيا يمكن أن يدعي الخليفة لنفسه ولأعوانه أنه في غمرة انفعال معين في ضيق موقف معين تحسبا لطارئ معين خرجت الأمور عن السيطرة في الهجوم على الدار فجرى ما جرى على الزهراء سلام الله عليها في حين قرار تجريد الزهراء سلام الله عليها من فدك ليس قرارا يحتمل التعلل له بالسرعة أو بالانفعال أو بخروج الأمور عن السيطرة إنما هو فعل هادف مقصود بقرار وبقانون وبتصميم هذه الثانية ثالثا يمكن التعلل للهجوم على الدار بأنه كان عندنا ضرورة انهاء ملف البيعة والاحتياط للدولة ومنع الاضطراب وإبرام الأمر بأي ثمن وبالتالي حتى إذا تمنت السلطة قيامها بالهجوم يمكن أن تتعلل أمام الرأي العامل مش كله عنده بل غالب ما عنده ذيك البصيرة بأنه الضرورة فرضت علينا كما في بعض الأحاديث أنه قال لها وذلك أقوى فيما جاء به أبوكي عند الحوار اللي صار على باب الدار في حين ليس هناك ذريعة وضرورة تبرر الموقف الذي اتخذ من الزهراء سلام الله عليها في موضوع غصب فدك ما في تتعلل السلطة بشيء من هذا النوع رابعا حتى لو تبنت السلطة الخطأ في الهجوم على الدار مع عدم اشتراط العصمة في الخليفة عند الجمهور العام وصحن غصبين خلافة وخارجين من النص يمكن أن يقول خطأ ويتاب عنه فإذا ادعى الحاكم التوبة عن الهجوم على الدار واعتذر منها يكون قد مضى في أمره وممكن يظل مستمر في الحكم أما قضية فدك حتى لو الحاكم بعد ما خلصت مسألة فدك أقر بها وتاب وتراجع فإن ذلك لا يعيده إلى الأهلية التشريعية التي فقدها في التجاوزات في المراتب المختلفة التي تجاوز فيها قواعد الحاكمية في الإسلام من قضية طلب البين من المدعى عليه إلى قضية احتجاج القرآن في الميراث ورد آيات الكتاب بخبر واحد رواه رجل وامرأتان إلى ما هناك من تجاوزات إلى قضيته الإضطراب بين منع الحديث والاستشهاد بالحديث بين الاحتياط للكتاب بل أزيد من ذلك في قضية فدك في شيء كثير جوهري صار الشعار الذي رفعته السلطة في آخر أيام رسول الله صلى الله عليه وآله وهو شعار حسبنا كتاب الله خلال أسبوع السلطة تكلمت بخلافه كان حسبنا كتاب الله صار شو الحديث مقدم على كتاب الله وبالتالي حتى لعبة حسبنا كتاب الله نقضتها الزهراء سلام الله عليهم وإن كان الحديث مخترعا لهو أننا معاشر الأنبياء لا نورث لكن بالنهاية المبدأ اللي حصل أن السلطة التي كانت تحاول أن تكرس مشروع حصر المصادر التشريعية في الكتاب الكريم ليلعبوا لعبة التأويل لاحقا فيه انتقطت عند أول استحقاق واجهتهم به الزهراء سلام الله عليها فردوا دلالات الكتاب وتمسكوا بروايتهم وبالتالي فقد الأهلية هذا حتى بعد التوبة والتراجع التوبة والتراجع من حيث الظاهر تمحو الذنب لكن التوبة والتراجع لا تعيد الأهلية للحاكم غير المؤهل يعني اليوم إذا أنا في رجل قاعد في مقام الفتية وأفتى بفتاوى مخالفة لواضحات الفقه والله في القصر والتمام في زيادة أو نقصركم في الصلاة في صحة الصلاة في حال انكشاف بطلان الغسل أو الوضوء وحدة اثنين ثلاثة أربعة خمسة هو في مقام التصدي للفتية أفرد عامل مرجع أو فقه هذا إذا أشهر توبته بعد إلفاته إلى فداحة أخطائه تعود له عدالته فينا نصلي وراه لكنه لا يصبح مرجعا من جديد وفقها من جديد ليش؟ لأن التوبة لا تعيد العلم إلى الجاهل أو لا تأتي بالعلم إلى الجاهل بعد انكشاف جهله توبته لا تنفعه للتصدي لمقام العلم وهنا بعد انكشاف عدم الأهلية للحاكمية مجرد التوبة الشكلية التي ممكن أن يبرزها الخصم لن تؤدي إلى ذلك ولذلك كانت السلطة كما سنرى في مدارج الخطبة وفي ردود الخليفة على الزهراء سلام الله عليها حريصة على المكابرة في موضوع فدك لآخر لحظة لأن لا مجال للاعتراف بالخطأ بتقول لي طيب ليش خلوا عحاله نهضجيش؟ هذا السبب ما فيه تراجع حتى لو انكشف على الآخر ما عم يسويه لأنه إقراره بالخطأ إقرار بعدم الأهلية للتشريع فكان مضطرا للاستمرار في المكابرة إلى آخر لحظة حتى لا يقر على نفسه بفقدان الأهلية الحاكمية